في ظل تصويت أكثر من أربعين مليون شخص مبكرا في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية يتخذ الأميركيون قرارهم بين انتخاب أول رئيسة للبلاد أو الرئيس الأكبر سنا في التاريخ الأميركي يأتي ذلك بالتزامن مع الحرب الإعلامية واجداد حالة التنافس بين المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث تتنوع تصريحات ترامب وهاريس بين انتقادات لاذعة تشمل السياسة واتهامات بتبني مواقف يسارية متطرفة آخر تلك التصريحات كان رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لأنصاره في جورجي أنه عكس النازية وذلك بعد أيام عدة من الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة منسوبة إليه من قبل جون كيلي أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض خلال عهده الرئاسية وهو اتهام استغلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من جانبها وأمام عشرات الآلاف من الأشخاص في تجمع جماهيري في نفس المكان حيث خاطب ترامب أنصاره في السادس من يناير عام 2021 قبل الهجوم على مبنى الكابيتول حذرت هاريس من أن منافسها يسعى للحصول على السلطة المطلقة وشددت على ضرورة تجاوز حقبة ترامب وصفة إياه بأنه يسعى فقط لمصالحه الشخصية في حين أكدت أنها ستعمل على توحيد الأمة وتلبية احتياجات الشعب في السياق ذاته تظهر استطلاعات للرأي احتدام المنافسة بين ترامب وهاريس حيث تمكن ترامب من تقليص التقدم المبكر التي تمتعت به هاريس خلال استطلاع رأي لرويترز إبسوس تم إجراؤه بين السادس عشر والحادي والعشرين من أكتوبر والذي بيّن تقدمها بفارق طفيف فقط بواقع 46% مقابل 43% فيما أظهرت استطلاعات للرأي لأكثر من 15 ألف شخص عملت عليها رويترز إبسوس أن ترامب تمكن من التفوق على هاريس في جميع المحادثات تقريبا بين مسؤولي المالية ومنظمات المجتمع المدني الذين حاضروا الاجتماعات في واشنطن يخوض المرشحان سباقا متقاربا بشكل استثنائي في خضم تحولات تعد جزءا من التغيرات الأكبر في التحالفات التي يعتمد عليها كل مرشح للفوز بتسيد البيت الأبيض